بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم الأوقاف لشؤون الدعوة وإن شاء الله في انتظار أسئلة حضرتكم فضل الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا عليها أفضل الصلاة والسلام وكان الرحمة المهداء رحمة الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام تتمثل فيه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يعني بداية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شرف للمتحدث وشرف للمستمع صحيح وإحنا لما أي حد يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم لبيان قدر النبي ولا حتى يتكلم لإضاحة الصورة الحقيقية لمكانة وقدر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وما نقدر يعني أعظم الفصحاء وأبلغ الأدباء مهما أوتي من جوامع الكلم لا يستطيع بكلامه أن يرفع من قدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى يبين قدر النبي صلى الله عليه وسلم مثقال ذرة ولا حبة صغيرة أو كبيرة مهما أتي من كلام مهما أتي من بلاغة وفصاحة لأن الذي زكاه ربه سبحانه وتعالى ورفع قدره وبيّن مكانته بين الخلق جميعا لا يستطيع أحد أن يضيف لكلام الله سبحانه وتعالى شيئا لأن ربنا سبحانه وتعالى زكى النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن طهره وبيّن مكانته في كثير من آية ذكر الحكيم شيئا حد يتكلم بعد كلام ربنا سبحانه وتعالى زكاه في عقله، زكاه في صدقه، زكاه في بصره، زكاه في طهره زكاه كله وقال وإنك لعلى خلق عظيم بل إن الله عز وجل لم يقسم بحياة أحد من الخلق إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى لعمرك أي وحياتك يا محمد إنهم أي المشركين لفي سكراتهم يعمهون فأقسم بحياته صلى الله عليه وسلم أما مظاهر الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فأحصى أكثر وأعظم من أن تحصى أو تعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة مهدا زي ما حضرتك قلت وكان رحمة للعالمين ويقول له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للعالمين يعني لكل المخلوقات للبر للفاجر للطائع للعاصي للإنس للجن للحيوان للنبات للجماد للكل كله كان صلى الله عليه وسلم رحمة ظهرت آثار الرحمة دي في لطفه صلى الله عليه وسلم في التعامل في صبره صلى الله عليه وسلم على من أذاه في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وهيقدم الدعوة للناس جميعا ويأخذهم من الظلمات إلى النور ويأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة ظهرت هذه الرحمة في رفقه ولينه ورحمته مع النساء مع المرأة مع الأطفال حتى مع الجماد صلى الله عليه وسلم تخيالي حضرتك وسلم يا الجماد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم علاقة حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف يوما على جبل أحد والجبل يفرح يهتز نعم من فرحته بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبي فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عبدو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان ويقول صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحب ده مش بس أحد ده حتى قبل أن يبعث وفعلا جبل من جبال الجنة نعم أحد جبل من جبال الجنة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يعرفه الحجر ويسلم عليه ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والله إني لأعرف حجرا في مكة كان يسلم علي قبل البعثة ويقول السلام عليك يا رسول الله وهو ماشي صلى الله عليه وسلم الحجر ده يقوله السلام عليك يا رسول الله ده فين الحجر ده نعم فحب النبي صلى الله عليه وسلم للكائنات خل ده يرد بحب الكائنات للنبي صلى الله عليه وسلم وبما وضعه الله عز وجل في قلبه من رحمة ظهرت آثارها على الخلق جميعا زي ما حضرتك أشارت في المقدمة الجذع وهو جماد اللي كان نبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة مستنذا إليه يخطب إليه ويكلمونه وبعدين يقولوا له نصنعوا لك منبرا يا رسول الله إزاي المنبر نعمل لك ثلاث درجات يبقى وانت واقف في مكان كده إنش شايفاك ويستجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا نبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الذهن المتفتح مش وقفين كده عند حتة ونقول يا كده يا بلاش لا فيه تطوره في أسلوب الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم فيوقف على المنبر فالجزع يبقى ومش بيصوروا الموضوع ده مبلغة يا أستاذة ولا بيقولوا بسبيل التخيل أو إن احنا بنقول حاجة كده مجازا يعني مجازا لا ده حقيقة بكى الجزع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعيد عنه شوية بس فينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويحن على الجزع حتى يهدأ لو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم نزل به ما كانش يهدأ حتى يوم القيام سبحانك فكذا قال أهل العلم ويبقى عشان بقول لها حقيقة ويبقى الموقف ده يضرب به المثل بعد ذلك يقولون سمعنا للحصى صوتا كحنين الجزع يضربوا به المثل لما الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم لما سبح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله من آثار رحمته صلى الله عليه وسلم التي نالت الخلق جميعا أثار رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر في التعامل مع جميع الناس اللي كان بيمروا في حياة النبي إذا كان ده مع الجماد فيبقى مع البشر إيه نعم مع البشر ممكن نقول البشر اللي قريب منه ده منطقي طب البشر اللي أذاه تب رحلة الطائف اللي حضرتك أشرت ليها طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يكذبوه ويغروا به السفهاء والعبيد ويضربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى ينزل الدم من قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم ويحزن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى عنده خشية من شيء معين اللي هو أنا لو رجعت مكة دلوقتي وعرفوا اللي حصل معايا في الطاق ده يسخروا مني شوفوا صلى الله عليه وسلم خايف يعني إن حد ينال من خاطره حد يكسر بخاطره فيقول أهل الطائف طيب أبيتم أن تقبلوا دعوتي فلا تخبروا عني قريش ما تقولوش اللي حصل هنا لكنهم قوم سوء فعلوا به صلى الله عليه وسلم ما فعل ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم حزينا من الطائف إلى قرن الثعالب تقريبا أزيج من خمسة كيلو متر وهو هائم على وجه حزين صلى الله عليه وسلم لكن يتضرع لربه بدعاء حنون ويدلنا رسالة كبيرة جدا في الموقف ده يقول لنا إن إحنا لازم نقبل أقدار الله سبحانه وتعالى ونراجع نفسنا طالما أنا مفيش في تصرفات شيء غلط طالما أنا ألتزم منهج الله سبحانه وتعالى يبقى أي ابتلاء أنا فيه أقبله هو الخير اللي من عمد ربنا صحيح لأن الدنيا أصلا مبنية على الابتلاء فيقوله في الدعاء العظيم الجليل اللي كلنا حافظينه إن لم يكن بك علي غضب فلا أبال أنا شايف ابتلاءات وشايف تكذيب وشايف تعذيب لأصحابي وسبت مكة ورحت الطائف علشان أنشر الدعوة أقدر رسالة ودايما أشوف الأمور كده مش ميسارة الدنيا بتتأفل طيب ليه كده هل أنا مقصر نعم هل عملت شيء هل أنا قصرت في شيء يخليك تغضب علي إن ما كنتش غضبان علي لو أنت ما فيش حاجة يعني أحلت بي غضبك فأنا خلاص أنا راضي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبال وينزل سيدنا جبريل عشان يعرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمور مجرد ابتلاء وينزل معه ملك الجبال وزي ما حضرتك أشارتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقترح عليه ملك الجبال إنه يعذبهم بسرعة من العذاب يقول له يا محمد إن الله أرسلني لك سمع قول قومك لك وما أجابوك فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني لو أنت عايز أطبق عليهم الجبالين الكبرضاء خلاص يعني يدمرهم فقال صلى الله عليه وسلم لا بل أستأنى عليهم أنا أستأنى أصبر عليهم فإني أرجو أن يخرج الله عز وجل من بين أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى فكان له صلى الله عليه وسلم ما أراد أنا دايما باخد بس من المقدمة بتاعت حضرتك وبقول لما قلتي رفض الناس اللي أذوه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو على المشركين ده أبسط حاجة إيه دا عليهم دا عملوا فيك اللي عملوه قال أنا لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة فصدق فيه قول ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تشوفي صلى الله عليه وسلم وبيتعامل مع أهل الكبائر أهل المعاصر نحن دلوقتي ممكن نشوف واحد على معصية تبص له باحتقار وتبقى شايف نفسك أحسن منه وأفضل منه وتروف تقول للدنيا كلها طبعا وممكن تلاقي دلوقتي أنت شوفت حاجة لحد تقوتها تصورها له وتشيرها له وتبقى ترنده وتبقى كذا وكذا مع إن إحنا ناس مأمورين بالساتر ساتر فين بقى نعم نعم ومن ساتر مسلما ساتره الله في الدنيا والأخيرة إحنا المفروض المجتمع الواعي المجتمع اللي عنده فاهمه واعي لا يحب أن تنتشر الفحشة بين الناس تخلي ويدنك دي آخر ما حتى تقف عندها الإشاعة تخلي لسانك دا ما يتكلمش غير بحق من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أنا قبل مع الله أفضل الصلاة والسلام قبل ما حضرتك تكمل ويمكن حضرتك فتحت جزئية مهمة جدا هي شائكة دلوقتي بسبب انتشار السوشيال ميديا والانفتاح اللي احنا بقينا فيه ووصول أي معلومة بسرعة رهيبة جدا شايف حضرتك الناس اللي ما بتشوفش الموقف زي ما حضرتك بتقوله كده من ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالسطر وإن أنت تسطر غيرك عشان ربنا سبحانه وتعالى يسطر عليك لأنه احنا كلنا مليانين عيوب ولو كلنا تكشفنا وربنا كشف سطره عننا زي ما بنقول كده ما فيش حد فينا هيقدر يقعد جنب التاني ولا هيقدر يعامل التاني ولا هيقدر يشوف التاني الناس بقى اللي بتنتظر أي حاجة علشان تاخدها تطلع بيها تريند زي ما حضرتك قلت وإنها تنشر هنا وتنشر هنا وتنشر هنا وما فيش مانع بقى من شوية الحبة البهارات اللي تحب تحبك الحكاية بشكل يعني يخلي الانتشار بشكل أكبر وأوسع هما في غفلة؟ هقول لهم مش هتكلم من عندي هكلمهم من القرآن كلمهم بقول الله عز وجل وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم هكلمهم بكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في يوم يشدد على حاجة زي دي ويقول إحنا مش مجتمع بيحب الفحشة إحنا مش مجتمع بينشر السوقات إحنا مش مجتمع بيكشف الأسطار ويقولهم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جو في بيته فأكتر مكان هو يأمن فيه على نفسه ويستاتر ويقفل من الناس أنت مش بيقيد عن ربنا سبحانه وتعالى إذا كشفت السطرة عن إنسان سيكشف سطرك أمام الله سبحانه وتعالى ويقولهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس حتى اللي بتتعامل أحيانا بحسن ني أو بقلة وعي أو ما عندوش إدراك للي بيعمله يقولهم ما تروحش تشير الكلام ده يعني أنا عايز أقول له حضر خلي الإنسان سيء عمل الموضوع ده مين اللي بينشره بقى؟ مش معقولة الآلاف والمئات الآلاف اللي بتشير كلها ناس سيئة لكن فيه ناس بتعمل بدونه وبتعمل بدون فهم ومش مقدرة لخطورة اللي هي بتعمل تهي يعني تكت الزرار دي ليها عقاب كبير جدا عن ربنا سبحانه وتعالى سبعضة يسأل أمام الله سبحانه وتعالى وهيشهد عليك طبعا يوم تشهد عليهم ألسلتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثول له وإن يستعتبوا فباهم من المعتبين ده يتكلم اللي أنطق اللسان اللي خلى اللسان ده العضو ده يتكلم هيخلى الإيد اللي هي عضو من أعضاء الجسم تتكلم هيخلى الرجل تتكلم كل حال يخلى الرجل تتكلم طبعا كل شيء قادر ربنا سبحانه وتعالى على أن يجعل فيه إمكانية الحديث وإمكانية النطق أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فالإنسان يكون حريص كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سامع كل اللي تسمعه تقوله أو كل اللي تسمعه تشيره ده أمر يكفيك أنك ترد موارد الهلاك والعياذ بالله صحيح صحيح وحضرتك أشارت برضو الجزئية مهمة جدا الناس اللي بتقول فلان ظلمني وأنا عايزة دعي عليه وفلان ظلمني وأنا من جوايا مش مسامحة وفلان ظلمني وأنا شايلة ومنتظرة أن أنا أخد حقي منه رسول عليه أفضل الصلاة والسلام ما فيش ظلم أكتر من الظلم اللي وقع عليه ومع ذلك حضرتك بتقول أنه هو رفض حتى أنه الجبال حتى تنطبق عليه نعم هذا مقام العفو ومقام الرفع من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فليسلم أمره لله يكفيك أنك تقول أنا فوضت الأمر الله سبحانه وتعالى يكفيك أنك تقول رفضله القضية طبعا يكفيك أنك تقول حسبي الله ونعم الوكيل لكن علشان نأصل للمسألة لو أنا هادئ على حد ظلمني بدون اعتداء في الدعاء وبلجأ لله سبحانه وتعالى أنه يخذ لحقه هو مش حراب لكن مقام الرفعه بس هو الدعاء يبقى يعني فوضت أمري ليك يا رب في الأمر أيها نحن بنقول بدون اعتداء غير بقى الناس اللي بتقول تدعي أنهم يجي لهم مرض وأنه يحصل لهم ويحصل لهم ويحصل لهم هو لو أنت سلمتها لله ربنا هيخذ لك حقك بما يعني يليق بالحصل معاك وبما يليق بك أنت وبما يرضيك أنت فسابها لله سبحانه وتعالى هو إحنا مش كفاية يتقلنا يوم القيامة مين اللي عايز ربنا يكافؤه مين اللي تظلم؟ مين اللي تظلم؟ وعايز ربنا يدي له حقه أين الذين أجرهم على الله؟ ده ربنا هيسأل كده يوم القيامة أنا تظلمت في حاجة فقلت أنا انفوضها لله حسب الله نعمل وكلم معاك إن الظلم مرار يعني حتى لو أنا فوضت لله الأمر بالسهل بس ما هو المرار ده بتاخد عليه أجر أيوة ده اللي لازم أفهمه إن أنا وأنا بفوض الأمر لله وبحس بمرار الظلم وبحس بألم الظلم إحساسك ده وتعبك ده تناين بالليل بتتقلب على مخدتك ما انتش قادر تتقبل الموضوع بس بتقول أنا كاتم وساكت على شر ربنا سبحانه وتعالى ده مش عند ربنا سهل كان في جملة كده كنت قلتها زمانة عن الصبر إن الصبر لو كان مر أكيد في شيء ممكن يحليه واللي يحلي مرارة الصبر هو الأجر والجزاء عليه من عند ربنا سبحانه وتعالى الله زي ما قالوا كده الصبر مر من كاسمه لكن عواقبه أحلى من العسل صحيح انت في الأخر هتجن العاقبة دي والثمر دي من الله سبحانه وتعالى أين من كان أجرهم على الله وربنا يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله ده غير إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم إن ما من إنسان يظلم في أمر من الأمور وبعدين يصبر على هذا الظلم إلا يرفعه الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه الثلاثة اللي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال عبد من صدق وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر مش احنا بنقول بلغاتنا كده يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم فضلت الشيخ احنا محتاجين نتكلم عن رحمة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بكل شيء على حدة خلينا نبدأ برحمته مع النساء كان صلى الله عليه وسلم أرأف الناس بالنساء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء وجعل المرأة كيانا ومكانا جاء برسالة تقول إن النساء شقائق الرجال وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر لنا من معالم الأخلاق الطيبة الأخلاق الحميدة إنك تحسن لزوجتك وتحسن لأمك وتحسن لأختك ولبنتك وتتعامل مع المرأة معاملة فيها شيء من الأدب والاحترام والتوقير والتقدير النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي ربما جاريا وهو يمشي في شوارع المدينة وفي عقلها شيء من عدم الاتزان وتقول له أنا أريدك في أمر ما يمشي معها النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي لها ويقضي لها ما تريد يتعامل صلى الله عليه وسلم مع أمه من الرضاع السيدة حليمة السعدية بعد سنوات طويلة من الفراق يعني ما شفهاش سنين طويلة تتخطى يعني 25 سنة وتأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يفرد النبي صلى الله عليه وسلم ويفرش لها رداء وتجلس عليه السيدة حليمة وبعدين يعطيها من المال ما يغنيها ويكفيها وبعدين الصحابة اللي هم حديث السند يسألوا مش عارفينها مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيكرمها مين اللي بيمعاملها المعاملة الطيبة دي فيقول كبار الصحابة لهم إنها أمه من الرضاع فشوفي رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأمه من الرضاع السيدة حليمة شوفي معاملته صلى الله عليه وسلم لابنته سيدة زينب لما يقوم سيدة فاطمة نعم لما يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقابله يدخل عليه كده في المجلس شايف التأدير شايف الاحترام ويقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وكان الدعاءاته لما تدخل عليه السيدة فاطمة نعم كان صلى الله عليه وسلم يقبلها ببشر بمحبة ومودة ويقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقعدها في مكانه ده من محبته صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يحمل طفلة صغيرة أمامة يحملها على ذراعه وهو يصلي إذا ركع أو وقف حملها وإذا سجد وضعها بجواره ودي من ملاطفة البنات الصفار أما بقى حاله مع أزواري فهو لا يخفى على أحد حينما يقف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر بهذا الكيان العظيم أما كنا لسا بنتكلم عن الإسراء والمعرج وبنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سعد إلى ما بعد صدرة المنتهى أعظم رحلة نعم ممكن البني آدم يتكلم أو يسمع عنها طبعا وما كان لم يصل إليها أحد من البشر سيدنا موسى يقول ربنا أكرمته فضلته يعني أنت فضلته علي وكرمته علي وينزل هذا النبي الكريم بهذا القدر وبهذه المكانة ويقول لزوجته والله إني لا أعلم ومتى تكون عني رضية ومتى تكون علي غضب لا وربه محمد لا وربه إبراهيم أنا أعرفك لما تكوني زعلان أعرفك لما تكوني غضان مع إن هي اللي تدور على زعله وتدور على غضب وتدور على سروره وفرحته لإنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن شوفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره لطبيعة المرأة اللي تحتاج إلى مودة في التعامل ومعوقف كثير جدا مع زوجاته يمكن لو النهاردة حصلت ربعها بس في بيوتنا رد فعلي الزوج بيبقى مختلف تماما صحيح يعني أتذكر وانت بتتكلم موقف الغيرة طبعا موقف الغيرة السيدة عائشة ويقول لها ببساطة يحل الموضوع ببساطة غارت أمكم يعني تخيل انت واحد ممكن يكون عنده ضيوف وزوجته قدامه كده تمسك الطبق تكسره وفيه الأكل قدامه وممكن يقول لها ده انت أحركتيني ده انت مش مقدراني غارت أمكم ده طبع النساء بيبقى في شيء من الغيرة وأنا مقدر ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف لها للسيدة عائشة حتى يعني ترى غلمان الحبشة وهم يلعبون في المسجد ويصبر عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويرعي سنها صلى الله عليه وسلم لما تروح له السيدة أم سلمة تزوره صلى الله عليه وسلم وهو في المعتكف معتكف في المسجد يقف يكلمها ويتناقش معها وتطلب منه ويسمعها ويمر عليه الصحابة فيقشى إن حد من الصحابة يعني الشيطان يوسوس لي بأمر من الأمور فيقول هذه السيدة صفية هذه صفية زوجتي فيقولون سبحان الله يا رسول الله أو أنا شك فيك وإحنا أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق وخشيته أن يقذف في قلوبك ما شيء لكن الشاهد حتى وهو في اعتكافه وفي خل ولله سبحانه وتعالى ما لعش ما تجليش ومتقربش مني وقع شوفه الشك هناك ولا الكلام ذلك فكمان ذهب نيو صلى الله عليه وسلم علشان يوصله في الطريق يمشي معها في الطريق وهو أرأف الناس وهو أعلم الناس بربه وهو أدرك الناس لأداء طبيعة هذه العبادة لكن صلى الله عليه وسلم يتعامل بهذه المودة وهذه الرحمة يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة باب من أبوابها الأم ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن معاملة النساء سواء أم أو بنت أو زوجة أو إكرام الأخت باب من أبواب الجنة الأخت لما يكون عندك أخت أو أختين وتحسن إليهما يكون وجاء ووقاء لك من النار لما يكون عندك أولاد أو بنات أو بنات من يحسن تربيات بناتي يكون وجاء له من النار بنت أو بنتين أو ثلاثة وقالوا لو سألناه عن واحدة لقال نعم صلى الله عليه وسلم هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم مع النساء جعل المرأة قدرا وكيانا حينما كانت المرأة قبل النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من الميراث كانت تورث كالمتاع لكن جاء الإسلام ليجعل للمرأة مكانا وقدر وكلها قدر من الميراث للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ويأتي صلى الله عليه وسلم بكتاب أعجز البشرية كلها من بين ثنايا هذا الكتاب سورة اسمها سورة النساء سورة اسمها سورة مريم أي تكريم يعني رأته المرأة على مدار البشرية كتكريم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طيب ورحمته مع الصحابة بقى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وبالأمة كلها أولا بالأمة يعني يقول في حديث أنا أولى بكل مؤمن من نفسه في الدنيا وفي الآخرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش بس الصحابة اللي كانوا في عهده الأمة كلها هو يخاف عليك أكتر من نفسك في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة وبعدين علشان نقول يعني نفهم الكلام دي يقول لنا ده كلام ربنا مش كلامي اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكان في الدنيا لما وسع الله وفتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لو واحد ماتوا عليه دين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل بدينه نعم ويتكفل بأبنائه وفي الآخرة لن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد من أمته خارج الجنب ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو يمتن علينا يعني ربنا بيقول لنا خلوا بالكم من النعمة اللي ندتهالكم شفاعته نعم صلى الله عليه وسلم يقول لنا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يقول لنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم ما يحبش أن واحد فيكم يقع في الغلط أو يقع في مشقة أو يكون بيتعامل مع الدين بشدة عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم وتختم الآية بميزة لم تكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول بالمؤمنين رؤوف رحيم فجعل الله سبحانه وتعالى لنبيه اسمين من أسمائه طبعا هي في جانب الله عز وجل بما يليق بجلاله وفي جانب النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق بقدره لكنها لم تكن لأحد من الأنبياء قط إلا للنبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد الله عليك الله عليك الله عليك أفضل الصلاة والسلام والحديث عن الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام حديث ما ممتد العمر كله لا ينتهي عليها أفضل الصلاة والسلام نورتين يا فضل الشيخ بشكر حضرتك واشوفك على خير عمل الخير وخروج الصداقات والمحافظة على المشاركة في المبادرات الإنسانية اللي بترفع المعاناة عن أهلين البسطاء في كل مكان أمر أجره سوابه دير جدا وإحنا هنا من خلال فكرتنا مع جماعية البر والتقوى المصرية بنحاول طول الوقت نكون همزة الوصل بين حضراتكم الفكراء ونتمنى طول الوقت يبقى دورنا ودور حضراتكم ودور إيجابي في مواصلة الخير كلام مهم جدا هنقوله النهاردة عن قيمة الإنفاق في سبيل الله مع فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جماعية البر والتقوى المصرية فضلت الشيخ سلام عليكم أهلا بحضركم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاكم الله ورفع الله وخضركم أمين يا رب دايما الواحد بيقول الحمد لله أنه جعلنا همزة وسيلة حتى أنه أسيادنا الفقراء ممكن يصلهم الشيء اللي ممكن يكونوا محتاجينه من خلالنا دايما إحنا بنجري على المواسم يعني نيجي في شهر رجب وشعبان ورمضان وفترة الحج وفي الأعياد نبقى بنتصابق في أعمال الخير وعايزين نطلع إذا كانت الزكاوات أو الصدقات بشكل كبير لكن إحنا مطالبين بأننا نطول الوقت وأنه ما يعديش يوم إلا وإحنا بنطلع فيه صدقة ابتقاء مرضات الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الخير موجود وكلنا يفعل هذا الخير الحمد لله بنا يجعلنا وأحبابنا المشاهدين في كل زمان ومكان أن نكون من المقيمين على عمل الخير فربنا سبحانه وتعالى حينما يجد الناس أو الخلق مقبلين على عمل الخير يبدأ سبحانه وتعالى يزين هذا العمل زي ما يدخل علينا شهر رمضان فالشوارع والطرقات تتزين بالأنوار والأعلام يبقى فيه تزيين زيادة لهذا الشهر إشارة لهمية هذا الشهر وأهمية عمل الخير في هذا الموضوع فهنا احنا في شهر شعبان من فضل الله مقبلين على شهر رمضان أيام اسمه أيام الله سبحانه وتعالى النبي يقول شهر شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة خدوا بلكم فإذا هذا الشهر له أهمية عظمى إذا عمل الصالح فيه يكون فيه تداوم ويكون فيه خير ويكون فيه مضاعف إذن ما هي بقى الزينة الزينة أنه شهر خصه الله بأمور فيه العبادات فيه تحويل القبلة فيه إنه بين رجب وبين رمضان فيه أنه من الخير كان يسومه النبي وفيه ليلة ترفع فيه سجل الحسابات إلى الله تبارك وتعالى طيب هنعمل ليه إحنا بقى ربنا زين لنا الشهر بالزينة ويلا بقى يا عبادي اللي عايزين يشوفوني اللي عايزين نحمتي اللي عايزين جنتي اللي عايزين الخير الممدود ممدود إلى أبد الآبدين اللي هو عطاء الله وفرج الله في الدنيا وفي القبور وعند الميزان وعند الصراط وعند الجنة والدخول في جنات الله تبارك وتعالى ولدينا مزيد يعني احنا دايما بنقول انه يمكن الجماعية احنا بنعتبر همزة وصل بين الشخص اللي ممكن يكون محتاجه الجماعية وبنقول انه المبادرات الكتير اللي بتقوم بيها الجماعية قد تحت الفرصة الناس كتير جدا ان كل حد يقدر انه يتصدق وانه يساعد حسب مقلبه يجيبه يعني يمكن المشاريع اللي داخل الجماعية حقيقة ما فيش حاجة مش عاملينها اذا كان كفالة أسر اذا كان قبار اذا كان محطات تحلية مستشفى مساجد امان ودفع قوافل الخير بنجي في رمضان مطبخ الخير وليس تعدد الملفات فقط ولكن فيه تعدد تاني اين تذهبون احنا بنروح شمال سيناء ووسط سيناء ونروح الاسوائي مناطق بعيدة جدا يعني تقترب من السوداء الشقيق عندنا حلايب وشلتين وابو رماد لقصر واسوان عندنا اماكن كثيرة ان كان في الشرق والغرب والجنوب والشمال تجوب جماعة البر والتقوى تلك الاماكن وبتروح بقوافل وتروح باطعام وتروح بشراب وتروح بحاجات كثيرة جدا جدا حتى يعني يقول ملفات الاستشفاء هناك وفي كل مكان تعطبع مستشفيات متنقلة في كل مكان صحيح في بعض الناس بيبقى من جواها كده البهر رايح قوي للمساهمة في انها تشارك في شيء في زرع خصوصا كمان النخيل نعم عايز اقول لحضرتك ان هؤلاء الناس بيبحثوا عن خضار تاني او اماكن لا هم بيحجزوا مكانهم في الجنة بالضبط وهو الخضار التاني اللي احنا نتكلم فيه وانا بحقول للاستاذ المشاهدين والاحبابنا المتصدقين والمزكين والفاعلين لهذا المكان ان هم ينشئوا هذا الخضار ان احنا عندنا كل يوم جمعة في الجنة يوم السوق وماذا يفعل اهل الجنة في يوم السوق كل الناس بتذهب علشان كل واحد يجلس معه كل واحد او جمع عشان يجتمعوا مع بعض يقول له فاكر يوم الفلاني والساعة الفلانية والغراس الفلاني اللي انت زرعته في الارض هو ده كان سبب ان ربنا اكرمنا وادخلنا الجنة في يوم السوق ربنا بيقول لدينا مزيد ليس المزيد فقط رؤية وجه رب العالمين وهذا يكفينا جميعا ولكن في يوم المزيد اللي هو يوم السوق كل الغجال حينما تذهب الى هناك تتغير اشكالهم والوانهم وجمالهم الى شكل اخر وكذلك النساء لذلك الواحد يعود الى قصره فيجد زوجته في لون اخر وشكل اخر في تجدد مستمر ولون اخر مستمر هو كان من اهل البر والتقوى في الدنيا وهي كانت كذلك فربنا سبحانه وتعالى يصبغ عليهم صبغات من الجمال والاشكال الجديدة في الجنة لان فيها ما لا عين وقت ولا ازم سمعت ولا خطر على قلب بشر اسأل الله ان يجعلنا يا ربي من هؤلاء في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه عفضل الصلاة والسلام اجروا صواب اللي يزرع نخلة بالتحديد النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان ما من نخلة في الجنة الا وساقها من الذهب فاذا قلت سبحان الله غرست لك نخلة في الجنة من هذا الذهب ظلها مئة عام تمشي فيه فما بل حضيتك هذه الكلمة فما بل حضيتك حينما تغرسين نخلة فعلية في الأرض فتغرز لك فدادين من هذا النخيل الكريم الكريم سبحانه وتعالى وعند الكريم مش عايزة أقول لحضيتك أكرم الأكرمين أجود الأجودين كل عدد محدود في الدنيا عند الله لا عدد ولا زمان ولا مكان في صحبة رب الزمان والمكان سبحانه وتعالى ما لا يحصي أمرا لا يحصيه أمرا أبدا سبحانه وتعالى ونعم بالله لو تكلمنا عن قوافل الخير والمبادرة العظيمة اللي بتقوم بيها جماعية البر والتقوى المصرية وعدد كبير جدا من الناس بيحب إن هو يشارك فيها لإنها كمان بتصل للمناطق البعيدة جدا اللي إحنا علينا كأفراد بيبقى صعب الوصول لها أنا عايز أقول لحضيك قوافل الخير هي المستشفى المتنقلة اللي إحنا بنتكلم عنها بنتكلم لإن كمية الأدوية اللي بتروح مع كل قافلة تكفي لفتح صيدلية لإن أحبابنا من البر والتقوى الكثير منهم بيبعث للجمعية وأي حد عنده دواء زيادة أو دواء تم تغييره لدواء تاني سأم حاجة أن تكون صلاحياته يا جماعة بصوا قبل ما تبعثوا لتاريخ الصلاحية بتاعته وفي طبيب وفي طبيب كمان وانتو كمان الجماعية كمان بتراجع طبيب يراجع الإكسباير اللي هو اليوم اللي بيأتلف فيه أو بيتأتلف فيه تلك الأدوية لكن أحبابنا يبعثوا غير نوع الدواء غير نوع الكذا شيل حط ودي لأن أنا عايز أقول لحضرتك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حينما دخلت سيدة عائشة عليها سيدة فقيرة فمش لقي يا سيدة عائشة حاجة الدهالة فادت لها تمرة فشأت الستة تمرة نصين وأكلت النصف ودت لبنتها النصف التاني فالبنت أكلت فوجأت الدهالة النصف التاني لبنتها عشان تأكلها فحينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قصت السيدة عائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتقوا النار ولو بشق تمرة هذن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك تصدق ولو بشق تمرة فتخيلي حضرتك لما تتصدق بكارتونة حتى في الناس في بلاد تانية لا شفوك ولا شفتيهم مش هتشوفيهم إلا يوم القيامة وكشفنا عنك غطاءك فبصرك ليوم حديد هتجدي من يناديك وهو يقف عند باب الجنة وهتبقى الأول مرة لا هم اللي احنا بنتعرفش عليهم في الدنيا بنشوفهمش ولا يفرق إلينا ده أساسا عند باب الجنة يناديك تعالي ألمياء انت مين ده أنا وقفة منتظر الحساب تعالي فقد أطعمتيني في الدنيا وكسيتيني وسترتيني وحقا علي الآن وأنا داخلة إلى باب الجنة سألت الله أن يشفع لي يكن لي شفاعة فقلت يا رب ائتوني بها من أرض المحشر أخذها بيدي إلى الجنة هكذا قلت يا رب كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهبطوا إلى أرض المحشر وليأتي كل واحد منكم بمن تصدق عليه في الدنيا فليأخذوا بيده إلى الجنة إني شفعتكم اليوم فيهم فكل واحد يخرج يخرج ملابس الجديدة لا والأديمة كمان مش بقول الأديمة والجديدة لا الببدأ بالجديد لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوك من ما تحبوك خرج الطعام إحنا دلوقتي في أيام طيبة ونس صايمة في شعبان كان نبي يصومه أكثر وما يصومه في شعبان أجر طعام الصائمية يؤتى أجره طب وإذا كان بيدله من نفس الطعام اللي هو بيأكله تخيل حضرتك أضعافه عشرة إحنا عندنا دلوقتي المحدود في الدنيا إن أنا أطعم بأخذ ثوابه وبأخذ ثوابه عشرة لغاية سبعمائة ضعف لكن وقبلنا سبحانه وتعالى عنده المواضيع مختلفة تماما والله سبحانه وتعالى هو العطاء هو الكريم أكرم الأكرابين يعني عنده من أسمائه الواسع فخلاص الاتساع بلا حدد بلا حدود سبحانه وتعالى فإذا أعطى أعطى يعني ويطعمون الطعام على حبيه مسكينا ويتيما وأسيرة دول حيغضوا إيه كم طب التنين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به الخصاصة دول أشاد دول أكثر يعني أنا دلوقتي عندي ثلاثة أنا وزوجتي وولادي في البيت تلاتة أربعة لو أنا عندي كرسي زيادة أو كرسيين جوه البيت وتخلقت صدقته تعتبر عندك فرد زيادة أعندي فرد وأكفله طول العام أجيب له هدومه ودي جيب له أدويته واجيب له فلوس مادجاسته واجيب له كل حاجة يعيش بيها فيدخل بنا الجنة كرامة لهذا الكرسي الفارغ اللي قدامنا في مبادرة جديدة نسميها حط في الكرسي الخير يأتيك الخير إن شاء الله نورتني يا فضلتشي بشكر حضرتك بشكر حضرتكم مشاهدين أو لو عشتوا كلي يا عمر أشوف حضرتكم بكرة على خير إن شاء الله سلام عليكم صلي على سيدنا النبي وما سيدنا النبي قال لي لما هتصلي علي ربنا هدي لك حكتين تكفى همك ويغفر الله زمك هو أنا عايزين ده جمع لخيري الدنيا والآخر من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا ومن غفر الله زمه سلم من محن الآخر خلاص اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة وعلى آله وصحبه عدد كل زرة ألف ألف مرة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا شكرا شكرا